موسيقى الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كافة أطراف النزاع حول قضية الصحراء المغربية إلى استئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل الكلمات الأممية كانت مرصوفة بعناية جوتيريش تحدث عن أطراف النزاع ولم يتحدث عن طرفي النزاع كما زعمت وكالة الأنباء الفرنسية في سقطة مهانية مدوية في حلقة اليوم مشاهدنا الكرام نتابع كذلك موضوع تجنيد الأطفال في مخيمات البوليساريو وسط دعوات دولية متوالية لوقف هذه الجريمة الشنيعة في حق الطفولة البريئة نتابع في حلقة اليوم في شأن الوطني أوراش تنموية بنفس اجتماعي بدءا بورش الحماية الاجتماعية ومرورا بأوراش قطاعية تهم لسيما التشغيل والتشغيل الذاتي لنناقش هذه المواضيع مشاهدين بكل هدوء طبعا معنا الأستاذ إحسان الحافظي أستاذ علم السياسة بجامعة الحسن الأول بستات أهلا بك أستاذ إحسان أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة شكرا جزيلا سي إحسان كذلك برفقتنا الأستاذ عبد الرزاق زريدي بالبليوط الخبير الاستراتيجي مرحبا بك مرحبا أخي الكريم سعيد بيكم بارك الله فيك وبرفقتنا الأستاذ لوبنا الصغيري الخبير القانوني أهلا وسهلا مساء الخير مشاركة نسائية في موضوع سياسي سعيدة جدا بالمشاركة معكم شكرا جزيلا أستاذ لوبنا ويحضر برفقتنا كذلك الأستاذ الحسين جنون المحلل السياسي مرحبا بك مرحبا لأستاذ ثامير وسعيد بتواجدي معكم وتحية طيبة لجميع شكرا جزيلا إذن ضيوفنا الكرام ونبدأ طبعا بالحادث الأهم والأبرز الذي يهم قضية الوحدة الترابية في تصريح جديد وأخير إلى حدود هذه اللحظات للأمينة العام للأمم المتحدة يجدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة بشأن هذا النزاع الإقليم المفتعل تعليقاتكم الأولية ونبدأ بالأستاذ إحسان أعتقد أن التأكيد أو التجديد للاقتصاص الحصري للأمم المتحدة فيما يتعلق بتدبير ملف الصحراء المغربية هو أولا يشكل مقدمة عن أسئلة مفترضة يعني يطرحها خصوم الوحدة الترابية ويناورون داخل بعض الهيئات الإقليمية شأن الاتحاد الإفريقي من أجل إطارة هذه القرية فالتجديد الأممي على هذه المسألة أو على اعتبار أن هذا النزاع أو تدبير هذا المناب بشكل حصري اليوم أمام الأمم المتحدة وطبقا لقرارة مجلس الأمن هو يقدم أيضا السياق الذي تجري فيه المفاوضات السياق الحل السياسي التفاوضي بمشاركة مختلف الأطراف طبعا هناك أيضا سياقات هناك أيضا عناصر تحلل لهذا المعطا يمكن أن نأتي إليها لاحقا نعم أستاذ إحسان شكرا جزيلا وأستاذنا الفاضي الزريدي طبعا الأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي المفتعل معروفة والاختصاص حصري للأمم المتحدة تماما أخير كريم هو من أخصص نسوي بأن هذا الإجراء تصريحات الجولة ديمستورا في المنطقة وكذلك تصريحات الأمير العام لأمم المتحدة تجيب إطار أجراءة القرار للمجلس الأمن 26 سفر جوج هذا القرار كان واضح للمرامي دياله والأسس دياله والأهداف دياله هو حل سياسي واقعي عملي دائم ومتوافق عليه من طرف الأطراف الإقليمية كاملة هذا هو الأساس لوضعه وهذه خريطة الطريق لوضعها مجلس الأمن الدولي ومتنقل مجلس الأمن الدولي هو الهيئة التي تضمن قانونيا السلم والاستقرار في العالم يعني أن الدور ديالها وأن هذه القرارات ديال مجلس الأمن هي قرارات ملزمة لجميع الأطراف هي قرارات ملزمة أستاذنا الفاضي وفي هذا القرار هذا في هذا القرار ديال 26 صفر جوج الأطراف كلها كينا الجزائر اللي صردها القرار مجلس الأمن الدولي خمسات المرات المغرب خمسات المرات وطبع الحال البوليزاريو ومريطانيا نعم أريد أن أنتقل إلى الأستاذة لبناء والقرار 26 صفر 2 طبعا هو القرار المرجعي إلى حدود اللحظات آخر قرارات مجلس الأمن هذا القرار أكد على مرجعية مبادرة الحكم الداتي وعلى سمو هذه المبادرة طبعا مشكل صفعة مدوية إثر صفعات متوالية يتلقاها الخصوم خصوم الوحدة الترابية قرار مجلس الأمن آنذاك أشار إلى ضرورة وضع واحد حل نهائي واحد حل للأزمة بين جميع الأطراف بطبيعة الحال مبادرة الحكم الداتي التي جاء بها المغرب هي مبادرة منفتحة تعبر جاءت جاءت واحد الحل الآن الجولة ديمستورة وحتى القرار الأمين العام للأمم المتحدة تمشي في نفس توجه ديال ضرورة الجلوس إلى المفاوضات بين جميع الأطراف وبتالي الخروج إلى حل وفي حقيقة أستاذتنا الفاضلة منذ 2007 مجلس الأمن في كل قراراته يتحدث عن مبادرة الحكم الذاتي وأسفها بالمبادرة الجادة وذات المصداقية أستاذنا الفاضلة أستاذ الحسين جنون ما تعليقك؟ نعم الأستاذ الفاضل دعني أولا أن أضع لك الإطار القانوني والمرجعي المؤطر لقضية وحدتنا الترابية قضية الصحراء المغربية ذلك أن القرار 26-0 جوج وجاء نتيج لعدة مرجعيات مؤطرة بـ 18 قرار أممي بدءا من القرار 17-54 منذ 2007 ووصولا إلى القرار 27-0 جوج ذلكم أن هذه القرارات تذهب وتنتصر للطرح المغربي وهو الحكم الذاتي التي تقدم به المغرب والذي عرف تتفاعل وتجاوب على صعيد المنتظم الدولي وعلى صعيد كل مكونات الأمم المتحدة ذلكم أن هذه القرارات جاءت تثمينا القرار الأخير جاء تثمينا للقرار 24-40 24-94 24-68 وكذلك 25-68 وتالها القرار الأخير 06-0 جوج الذي يعطي سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي في التفاوض في إطار المهام الموكولة للسيد ديمستورا على اعتبار أن المغرب السقف الذي قدمه هو هذا السقف لا يمكن أن نتصور شيء أدنى من المبادرة المغربية وبالتالي أن كل قرارات هذه 17 جميعها تحت أطراف النزاع على أن التفاوض لا يمكن أن يكون إلا بناء وأخذ بعين الاعتبار هذه المبادرة التي هي جدية ودات المصداقية والقابلة والقابلة للطبيق على المستوى الأرض هو القرار طبعا أستاذنا الفادل كان واضح في طبيعة المسلسل السياسي وفي الأطراف كذلك المشاركة في الموائد المستديرة لكن الجزائر تعليقا على القرار 26 صفر الاثنين يعني رفضت هذا القرار وعادت واستقبلت ديمستورا لأنها ردخت طبعا لضغوط المجتمع الدولي ولأنها لا يمكن أن تقف في وجه مجلس الأمن كيف تقيمون السلوك السياسي الجزائري سلوك التهرب والتملس من المسؤولية أعتقد أن الجزائر انتبهت إلى أن معاداتها لقرارات مجلس الأمن وللقانون الدولي بشكل عام يصنفها دمنا خانات الدول المارقة وهذا المحت إليه الكثير من التقارير منها تقارير منطمات في الولايات المتحدة الأمريكية المسألة الثانية وهو أن الأمين اللعب للأمم المتحدة حينما تحدث في تعليقه الأخير على خلفية نهاية زيارة ديمستورا إلى المنطقة لت الأطراف كلها قلت أن دعوة الأمين العام الدول أو الأطراف إلى المساهمة بشكل حقيقي كما جاء في الصياغة الصادرة باللغة الإنجليزية من أجل توصل إلى حل قلت أن هذه الدعوة يمكن أن نقرأ من خلالها أو من خلالها نوع من المعاتبة الأممية للأمم المت للجزائر لماذا؟ لأن الجزائر هي التي عرضت أولا القرار الصادر على المجلس الأمن عارضت المفاوضات السياسية ناورت من أجل إفشال زيارة ديمستورا إلى المنطقة وبالتالي هذا العتاب الذي جاء ضمن تصريح الأخير للأبي العام والمتحدة هو المعني فيه هو الطرف الذي يعارض ويناور ويشتغل من أجل إفشال التحركات دي المجلس الأمن في هذا الاتجاه إذن الجزائر هي اليوم تجد نفسها في الزاوية الضيقة بل وضعت نفسها في الزاوية الضيقة لأن أولا اختارت أن تجانب الصواب اختارت أن تعاكس قرارات المجلس الأمن واختارت أن تعاكس المجتمع الدولي وإذا ما عدنا إلى القرار الأخير والصيغة التي صيغت بها وحتى المسألة أو العملية دي التصويت التي همت هذا القرار يمكن أيضا أن يكشف الحجم الذي وضعت فيه الجزائر أو الورطة التي وضعت فيه الجزائر تحديدا ضمن هذا السياق سواء السياس أو أيضا المرتبط بقراءة القرار الأخير أو التقرار الأخير أو التعليق الأخير للأبي اللعب يمكن أن نفهم بأن ربما هذه الشطحات الأخيرة للجزائر هي آخر ما تبقى ضمن محاولة هذه هناك حالة تخبط يبدو بأن سياسة الدبلوماسية الجزائرية تعيش وضع من التخبط تعيش وضع من الحركة العشوائية غير المفهومة ويبدو كذلك أن الهدف الجزائري هو إطالة أمد النزاع وتأبيد حتى هذا النزاع الإقليمي بدل البحث عن حل سياسي برعاية الأمم المتحدة أستاذ عبد الرزاق أسمح لي خاصة وأن جزائر بداية أعلنت رفضها التام الجلوس إلى طاولة المفاوضات لو لك ما جاء على لسان الأستاذ أنها وعدت العتاب التي استحقت نتيجة تعصف وتعنت في قرار لها وبالتالي تجد نفسها مضطرة الخضوع والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الأطراف الأربعة نعم أستاذ زيندي أخي الكريم أنا أظن بأنه هو سراع رستور 40 عام وكان هذا السراع هو سراع على الرياضة الإقليمية وفيها المغرب لعب بدل واحد المجهودات كبيرة وحتضحيات كبيرة في المصار التنموي وفي المصار السياسي وفي المصار التنموي وهذا الصراع هذا بدأ في القرارات الأخيرة من المجلس الأمن 25-48 ديل 2020 وديل 30 أكتبر 2020 والقرار ديل 26 سفر الجوج فالكفة بدأت تنقالب والمجتمع الدولي بقيادة أمريكا بدأت تتأكد بأن المقاربة ديل المغرب هي المقاربة الواقعية والتي تضمن الأمن والاستقرار في دل التحديات التي تتواجهها القرارة الإفريقية وفي دل كذلك المشاكل التي تنا في منطقة ساحجة والصحراء وفي تهديدة الإرابية والجارمة المنظمة وهذا الأمر الكاملة إذن هناك سرع بين المغرب والجزائر وإسبانيا المغرب حاليا هذه المناورات وهذه الأخبار الزائفة وهذا التحريف ديال تصريحات ديال الأمين العام منين جايا؟ جايا من جوش العواصم جايا من الجزائر هذه مجوش العواصم التي تحاول يحرف ويصنع وتصور واحد المصار من غير المصار الأمم دي المجلس الأمن الشرعية الدولية هي قرار مجلس الأمن المغرب مع الشرعية الدولية المغرب كان صبورا تقريبا من 2006 تل دبا المغرب دائما كان متزنا هنا يثار سؤال أستاذنا الفاضل وأريد طبعا أن أطرحه على ضيوفنا الكرام إذا كان المبرر لإطالة أمد هذا السراع الإقليمي المفتعل هو أن الجزائر تسعى إلى أن تكون زعيمة في المنطقة ربما هذا مفاهيم من كلامكم تماما هل هذا المسعى وهذا الطموح الفانتازي يبرر كل هذا السلوك السياسي المتخبط للجزائر هناك فشل متوالي هناك حالة من الإحباط ألم يفهم قادة الجزائر بأن الوقت غير الوقت وتحولات جيوستراتيجية والعالم غير العالم أستاذ ناجل نون كيف تعلق نعم الأستاذ الفاضل سأحيلك على بعض المراجع التي تعطينا الصورة الحقيقة للنظام الجزائري ومنها الجزائر إلى أين أو لالجيري ثم لالجيري دي جينيغو والربيع الجزائر الإرهابي أو الربيع الإرهابي في الجزائر تلك المراجع إذا وقفنا عليها بكل يعني دقيق نجد على أن النظام العسكري الجزائري إنما يريد إطالة أمد النزاع اعتبارا لبقائه في الحكم على اعتبار أن منذ توليه أو الاستيلاء على السلطة الغير شرعية من 1991 وانقلاب على الشرعية ذلك أن انتخابات لبوءة جبهة إنقاذ الإسلامية الصدرة في انتخابات يعني عمل على قلب الطاولة على الشرعية الوطنية الجزائرية والدولية وبالتالي أن إطالة هذا النزاع أولا له بعد وطني جزائري وهو البقاء في السلطة من خلال المؤسسة الحاكمة ثم أنه لا يريد بأي شكل من الأشكال أن يكون المغرب عن حق المغرب عن حق هو قائد لشمال إفريقيا وأنه صاحب قضية تصور معي أن المغرب أنه صاحب قضية صاحب الأرض التي تلتمس أو تنطلق من الشرعية والمشروعية له طروحة يعني لا تستمد مخالفة للمنتظم الدولي ومخالفة للإجماع الأمامي أقول للإجماع الأمامي ذلك أن الجزائر الآن هي أصبحت في مواجهة المنتظم الدولي بتعنوتها وبيهروبها من قرارات دي الأمم المتحدة عن طريق الهروب إلى الجلس إلى طاروة المفاوضات وعن طريق تغذية جبهة البوليساري وعن طريق وعن طريق المال وعن طريق تصور معي أن الجزائر صرفت على البوليساري وخلات 46 ملايير من الدولارات لأن الشئ الجزائري أولى بها وأحقوا بها نعم أستاذ إحسان كيف تفسر سلوك الجزائر وأنا أقرأ الأمر على أن المغرب نجح فعلا في السلك أو أن المغرب سلك نهج الاستراتيجي في مواجهة الجغرافية بمعناء أضق أن المغرب وجد نفسه ضمن الجغرافية فيها وضع غير طبيعي موروط على استعمار الفرنسي طبعا هنا يمكن أن نعود إلى اتفاقية الكوفيون إلى آخره المغرب وجد نفسه ضمن الجغرافية فيها امتداد نحو جنوب دول إن لم نقل فاشلة نتحدث هنا عن طاقة الساحل إن لم نقل فاشلة فهي شبه دول فاشلة المغرب اختار أن يدبر هذه المرحلة من خلال استراتيجية يواجه بها هذه الجغرافية كيف ذلك؟ وهنا يمكن أن نفهم أيضا تصريح الأخير للوزير الخارجية حينما قال بأن في العلاقات بين الدول ليس المهم هو الجوار بقدر أن المهم هو مصداقية الشريك بمعنى أن الشريك دو مصداقية كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا والولايات المتحدة في أيضا إفريقيا كونتفور سينغال أفضل من شريك يوجد في الجوار المسألة أيضا متعلقة بالدعاء أو الدعاءات للنظام الجزائر بين الأمر يتعلق بمبدأ يعني تتساؤل هنا أين كان المبدأ حينما كانت الجزائر يعني ترحل العشرات من المقاتلين من مالي إلى ليبيا يعني مواجهة الثورة التي أطاحت بنظام عمر القدفي أين كانت أيضا المبادئ حينما يعني حاربت يعني الجزائر حتى لا يعني يدخل يعني طوارق شمال شمال في العملية السياسية ونتذكر هنا الاستقبال التاريخي لجالة مالك بمراكش لأحد زعماء هذه القبائل فالمسألة هي لا تتعلق بمبدأ بأقدر من أن الأمر يتعلق بمناورات بخطط وبعقد نفسية تحاول أن تدبرها المؤسسة العسكرية هذا العقد النفسية لماذا لماذا تشعر الجزائر كما يقول الكثير من المحللين بعقدة نقص تجاه المغرب طبيعي لأنه من الصعب أن تجاور نظام سياسي في عمره 1200 سنة وأنت يعني لم تبدأ بعد الجزائر إلى حدود هذا للتاريخ وليس الدعاء من الاستعمار العثماني إلى الاستعمار الفرنسي إلى الاستعمار العسكري وجود نظام دولة عسكرية يجب أن نتشير هنا إلى مسألة أساسية وأن حينما نتحدث عن البنية العسكرية داخل النظام السياسي الجزائري في الأمر لا يختلف عن باقي الدول حتى في إفريقيا البنية العسكرية اليوم في النظام السياسي الجزائرية بنية قائمة لها أحزاب لها إعلام شاهدنا موقع التهجم الذي تعرضه لهم قبل وسائل الإعلام لها نظام لها رئيس لها مجتمع مدني إلى أخير فهذه البنية من الصعب أن تعطيك دولة بقواعد علم السياسة بالمعنى المتعارفة قواعد علم السياسة وقواعد علم التحليل النفسي أساتذة الكرام ربما عقدة النقص أقول حينما تستفحل وحينما تكبر تصبح عقدة عظمة أخي الكريم هل تعاني الجزائر من هذه العقدة النفسية هو العلاقة الدولية من فالش العواطف الجزائر هناك طبعا ميزاج يختم كل برد صراع بين المغرب والجزائر وصراع جاي من الحرب الباردة الجزائر هي التي تتمثل المعسكر الشرقي تابع الاتحاد السوفيتي وكانت عندها وحد النظرية الهيمنة ودي السيطرة على العالم التالي ودول عدم الحياة وكان عندها وحد تحرك كبير سنوات السبعينات والثمانينات والستينات دي القرل الماضي المغرب كان دائما في صف العالم الحر وفي تجاه دي المعسكر الغربي كان هناك سراع وفي هذا السراع بعد 47 عام ولا بعد تقريبا 60 عام من بعد استقلال الجزائر أفضت إلى أن المغرب هو اللي نجح لأن المقاربة دي التنمية المقاربة دي الحق التاريخي المقاربة دي الجزائر بطبيعة الحال نحن كمغربة ولكن نحن باش عن باش المغرب هزم الجزائر ما جماش بعواطف ما جماش بالشعارات أجمها بالعمل المنظم وبالشرعية الدولية وبالقرارات منجلس الأمن الدولي نحن مخصرش نسو أحد القضية وأنه القرارة 26 جوج اللي ساغوا هي الولايات المتحدة الأمريكية أعظم دولة في العالم محاضراً قينا الصين اللي معنا وبريطانيا وفرنسا ومثال عادت روسيا لأسباب شخصية مشيتها أسباب موضوعية شكلية 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 قالت هي أسباب شكلية أن المجتمع الدولي حالياً هو بغي سالم هذا النزاع الذي طال أمده لأن العالم في الأجندة الجو سياسية دي العالم دي 2022 ما كان مشكلة الصحراء ما متروحش بالنسبة للمجتمع الدولي والقوى العظمى المشكلة تحل غير الجزائر وهذا الحماس ديالها باش تعطل هذا المصار الأممي وباش تعتار بالهزيمة ديالها 2022 ساعة الحقيقة ودقة ساعة الحقيقة تتفق مع هذا التوقع أستاذنا الفاضي أستاذ جنون نعم أتفق ولإضافة وصل إليها قناعة المنتظم الدولي في الوصف ديال النظام الجزائري ذلك أن المنتظم الدولي يقول بإجماء كل دول لها جيش إلا الجزائر الجيش له دولة تصور معي هذه المعادلة الغريبة والتي هي متفردة فقط عند الجزائر بحيث أن في المؤسسات الدولية في المؤسسات الوطنية تكون دولة عندها البرلمان ومؤسسات الجيش وحكومة وقضاء وسرطة وما إلى ذلك الجيش الجزائري هو الذي له البرلمان وله الحكومة وله باقي المؤسسات الأخرى وبالتالي أن نضيف لك أحد المعطى أنا أعتبر هداء أهمية إلا فهمنا أغنفهمه تسيير ديالنظام الجزائري وهو أن في قصر المرادية هناك مجلس أسميه في عدة كتاباتي ومحاضرتي قبل كورونا مجلس كريبتيكس يتوفر يتعلق أو يتوفر على كل خبارة على مسؤول الاقتصاد والإعلام والقانون وما إلى ذلك هم هذا المجلس لأسميه كما قلت مجلس كريبتيكس همه هو يعني التفكير في كل ما من شئنه أن يضر المصالح الاستراتيجية المغرب داخلين وخارجين ولكن لم يفلح ولن ولن يفلح على اعتبار أن المغرب الآن المغرب بكل مصداقية وبكل حيادية أن المغرب أحب وكاره أنها دولة محورية دولة يعني قادرة على أن تكون هي البوابة لكل استثمارات نحو إفريقيا وأنها هي المخاطب على مستوى الإفريقيا وعلى مستوى كل دول العالم وبالتالي أنا أعتبر بأن المناورة دي الجزائر أعتبر هي مسألة وقت ستحسن إن عاجلا أم قاربا وأن الطاريخ سيسجل نقطة إضافية على أن الجزائر تقف عطرة في وجه التنمية دي المنطقة المغاربية هو الموضوع كبير الجمهورية المزعومة دي البوليزاريو انت خلقت خلقت في فبري 1976 بحضور الرئيس السابق الراحل لهوري بومدين إذن أن الجزائر هي صانعة البوليزاريو إذن هي طرف هي صانعة البوليزاريو على ذكر الحركة الانفصالية المسلحة البوليزاريو أطفال المخيمات عفوا يعني يساقون إلى مراكز التدريب العسكري كما تساق الخراف الصغيرة ينتزعون من حضن الأمة الدافئ وبدل أن يذهبوا إلى المدارس يذهبوا بهم إلى مراكز التجنيد العسكري دعوات دولية تتوالى لوقف هذه المجزرة هذه الجريمة ضد الإنسانية وضد الطفولة إحسان الأسد الفاضل وفي تقديري هذا يمكن تحليله أيضا على ضوء السيكولوجيا الجماهير داخل المخيمات لأن حينما نتحدث عن جبهة البوليزاريو فنحن نتحدث أولا عن إيديولوجيا ليس عن تنظيم سياسي نتحدث عن تعقافة سياسية ترسخت في السابق سنوات الستينات والسبعينات كانت تساق هذه الطفولة نحو كوبا نحو الدول المعسكر الشرقية من أجل التكوين والشحل الإيديولوجي اليوم بنهاية الإيديولوجيا وبسقوط نظام التنائية القطبية وبداية علاقات دولة مبنية على نظام تعددية قطبية وأيضا برفض المجتمع الدولي مثل هذه الممارسات تساق نفس نفس هذه الأجيال إلى التجنيد في تلك الضغطرة أريد أن أعلق أستاذ الفاضل أستاذ الإحسان كان سيطار حديدي مضروب طبعا على دول أوروبا الشرقية هذا طبعا مصطلح تعبير متداول هذا السطار الحديدي جدار بيرلين سقط لكن هذا السطار الحديدي المضروب على ساكنة المخيمات لم يسقط بعد ومسؤولية المنتظم الدولي قائمة هي مسؤولية أيضا مفوضية الأممية لشؤول اللاجئين لأنها المفروض أن تدق نعقوس الخطر ليس فقط من أجل إطارة الانتباع إلى خرق سواء انتفاقية حماية الطفولة أو البروتوكولات الاختيارية المرتبطة بمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة أو حتى يعني نشيرنا أن حتى مثل قانون المحدد للمحكمات الجنائية الدولية بـ 98 يجريم استخدام الأطفال في النزاعات والبوليساريو كما شاهدنا بالصور التي عرضها السفير المغربي في الأمم المتحدة عمر الهلال يعني تعلن أنها دخلت مرحلة نزاع المسلح بمعنى أنها في وضعية نزاع ويعني تدفع بالأطفال نحو هذه المناطق يعني المسلحة عليين هذه بروباغاندا والدعاءات الإدمية لا أقل من أكثر لكن المهم في هذه العملية هو أن الأمم المتحدة المنظمات التابعة يجب أن تتحمل مسؤوليتها يعني خلال قرارات تقريبا الثلاثة أو الأربع الأخيرة كلها تحدثت عن مسألة يعني إحصاء السكان المخيمات يبدو أن أستد جنون يريد أن يتدخل في هذه النقطة تحديدا وفي إشكال أثاره الأستاذ إحسان وهو إحصاء ساكنة المخيمات لا أحد في العالم ربما من غير الجزائر لا يوجد لاجئون في العالم غير محسن يعني في عددهم ليس حالة الناس والمساعدات التي تمشي لهم يمكن أن يأخذها وهذا يسائل طبعا المنظومة الدولية كلها نعم أنا تفاعل مع الأستاذ إحسان نشوف لك الجانب القانوني ثم ما هي وضعية هذه المحتجزين أن الكل يجمع على مستوى القانون الدولي لا يمكن إعطاءهم صيفة لاجئ أو لاجئ ونهذا محتجزون وبالتالي أن المسؤولية لا تقفوا فقط عند منظمة غوط اللاجئين وإنما عند الأمم المتحدة على اعتبار أن هؤلاء هم محتجزون من طرف ميليشيات البوليساريو تحت إمراء وتحت سيطارين شفاء من نظام جزائري وبالتالي أن المسؤولة المنتظمة الدولي هي قائمة من حيث الواقع ومن حيث القانون الدولي ثم أنهم الجانب الثاني هناك اختصاص كيعود للمحكمة الجنائية الدولية ويجيبوا تحريك هذا الميل على المستوى النيابة العامة النيابة العامة للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار أنها سبق للمحكمة الجنائية الدولية أن أجرت تحقيق في كونغو الديمقراطية وبالتالي هذه الدولة إفريقية سبق أن المحكمة الجنائية الدولية جرت تحقيق ودرت متابعات ونشرت مذكرات بحث على الصعيد الدولي لكل من تبت في حقه جرائم الإنسانية وبالتالي نتساءل مع المنتظم الدولي لماذا لم تتحرك النيابة العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية في العمل على إجراء تحقيق جنائي دولي شفاف من شأنه أن يضع المسؤولية الجنائية ضد كل المتورطين ولا رأسهم المدبرين دي الميليشيات البوليساريو ومن وراءهم الجزائر أستاذنا الفاضي للجزائر تقطع جزءا من أراضيها لجماعة انفصالية مسلحة وتفوض هذه الجماعة الانفصالية المسلحة تفوض لها مسؤولية إدارة هذه الأراضي وعلى هذه الأراضي تحدث جرائم ضد الإنسانية أنت خبيرة قانونية ما مسؤولية الجزائر تحديدا في هذا المنطق؟ مسؤولية كاملة ومتكاملة لأن استغلال هذه الأطفال بشكل مباشر في الأعمال القتالية أو لا بشكل مساند عن طريق استعمالهم كحمالين كطوهات كدروع بشرية أو لا استعمالهم من أجل جلب العطف ديال الرأي العام هذه كلها ممارسات لدانها الإعلان العالمي للحقوق الإنسان اتفاقية الدولية للحقوق العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية من خلال الموت 23 و24 وللماد عشران من حقوق المدنة السياسية والاقتصادية كلهم تنصب لأن الأطفال رأهم تعطاهم العناية الكاملة وبالتالي فالمسؤولية الجزائرية هي واضحة خاصة وأن الإحصائيات القطرية لدير الأمم المتحدة على الصعي الدولي هناك ما يقارب آلاف ديال الأطفال الذين يتم استغلالهم في المحافلة العسكرية وخاصة كيف جعلها هذو محتجزين بمنطقة تندوف وبالمنطقة يعني هذ الأطفال يجب تدخل دوليا من أجل ردع عن طريق تفعيل المحاكمة الجنائية للجزائر في الممارسات تابتة والواضحة بالنسبة لهم الأطفال لما كانهم طبعا أستاذتنا الفاضلة الأسرة هو المدرسة هو الحضن الدافل الأم والأبوة منظمات دولية طبعا تقدم مساعدات حتى في تعليم هؤلاء الأطفال هذه المنظمات مثلا بحل اليونيسيف هي توفر أو تساعد في توفير الفضاء المدرسي ولكن هذ الأطفال بدل ما يمشيوا لمدرسة يمشيوا للتجنيد والأعمال القتالية أستاذ عبد الرزاق ونرجع لك أستاذ قرارون تماما هو مشكل إنساني مشكل للإحصائيات لكي ندفعه هو أن هذوق الميليشيات دي البوليزاريو تجندون تقريبا 8000 طفل ومثلنا نقول طفل يعني قل من 15 العام أو بين 15 العام و18 العام ماذا ماذا تجنيد عندهم إجباري إذن كل شيء قل من 18 العام تدخل في خانة طفل نعم في الأمم المتحدة هي هذه أعمال جنائية ونحن تطور دينا كمجتمع مدني وكديبلوماسيا رسمية أننا نمشي المجتمع الدولي وندافعه بآليات ترافع لتأخذ صياق دي النزاع لا يريد أن نخدمه العاطفة يعني يريد أن نجيبه أرقام وهذه الأرقام بدأت يبانه في حال المبعوث دينا في نيويورك عمر هلال فبين تصور تصور دي الأطفال ومن المواقع دي البوليزاريو بين هي قضية رابحة هي قضية رابحة ولكن تحتاج إلى أستاذ الفاضي لأنتقل إلى أستاذ حسين قنون تحتاج إلى محامي جيد تماما وأنتم من طبعا تشتغلوا في المجال القانوني نعم على ذكر المحامي أنا أقول لك كم من قضية عادلة خسرها محامي فاشل والعكس صحيح وبالتالي على ذكر هذه القضية وهي مقولة بلغة جدا أن القضية المغرب قضية عادلة وأن المحامي الذي يدفع عليه هو شاطر وبالتالي ارتباطا بالتفاعل لكي لا تفوتنش واحد النقطة مع الأسد الأفاضل وهو أن المعطيات التي كنا على الأرض من جرائم فضيعة مشار لها في المراجع التي سبقها انشرت لها في بداية الحلقة وإضافة إلى ذلك هناك مرجع معروف ومنشور لدى العالم الحرب القادرة للحبيب السويدية وهو كان ضابط منشق من جزائر ما ضمنه وما ضمنه بلغة المراجع وأنه يشير بالأسماء خالد نظار توفيق مدين سعيد شنقريحة هؤلاء أخصم المحاكمات طبقا لما يقتضيه القانون الدولي ووفقا كمجرمي حرب لأن هذه جرائم حرب هذه جرائم ديد الإنسانية مؤطرة بمقتضى القانون الإنساني والاتفاقيات دي الأمم المتحدة التي تعطي حقوق الطيف لأنها تمنع جنيد دياله وتعرضوا للتعديب بل أكثر من هذا هناك من الجرائم التي تعرضها النساء المحتجزات وهم ديال الاغتصاب وديال أن مجرد أنها ما كالتاليد يعني الراضي أكثر في حدود ست أشهر أن يتم عزله عن أمه وذهب به إلى مركز ثم أنه يتلقى وحد التربية إلى حين أن يصبح طيفل ومن ثم أن يصبح الطفل المجند هذه جرائم تضيعة وبالتالي على المنتظم الدولي أن يخرج من الصمت وأن يخرج من الحياد وأن يقوم بأعمال من شأنها أن تفضح أن تفضح هذه الجرائم وعلى رأسهم البداية بالإحصاء لهذه المحتجزين وهناك يجي المنتظم الدولي الذي يتطفق مع الطرح المغربي ذي الحكم الداتي لمن شأنه أنه هذا النزاع المفتعل الذي طاع أكثر من 46 سنة شكونات ضحية دياله ضحية هما النساء والرجال والشيوخ لمحتجزين هناك تقارير دولية كثيرة طبعا كشفت اختلاس المساعدات الإنسانية المقدمة لساكنة تندوف هناك تقارير دولية كذلك تحدثت عن ارتباطات ما بين الجبهة الانفصالية البوليساريو والتنظيمات الإرهابية في الساحل أستاذ الفاضي الإحسان طبعا أنت متخصص في هذا الموضوع وكذلك الخبيرة القانونية الأمين العام للأمم المتحدة لم يتحدث طبعا عن المزاعم أو ما سمي بالحرب في الأقاليم الجنوبية ولكن تحدث تحديدا عن هذه التحديدات الإرهابية والارتباطات طبعا معروفة ومثبتة ما بين البوليساريو والتنظيمات الإرهابية هو التطرف أو التغلغول للطيار المتشدد اليوم داخل مخيمة تندوف ليس بدعايا هو واقع تؤكده الأسماء التي توجد اليوم لجاء سواء قوات برخان في منطقة الساحل أو لدى أيضا تجمع دول الساحل يعني الدول الخمس يعني العديد من الأشخاص الذين تم اغتيالهم أو اعتقالهم بتهمة الانتماء إلى التنظيمات المتطرفة في هذه المنطقة سواء لي بالنسبة لدى المجندون لدى جبهة نصرة الإسلام المسلمين أو لدى يعني تنظيم الدولة في منطقة السحراء الكبرى أو إلى غيرها من التشكيلات والألوية سواء تابعة لتنظيم قاعدة أو لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة يعني العديد من هذه الأنسان هي من أصول تنتمي أو جاءت من المخيمات وتنبيه إلى مسألة تغلغول تيار المتطرف والمتشدد داخل هذه المخيمات هو بدأ أساسا مع محاولات مؤسس الجبهة الجزائرية للدعوة والقتال حسن حطاب محاولات استقطاب هذه النخبة من الشباب المخيمات لأنهم مدربون عسكري وجاهزون للتجنيد وللقتال وبالتالي ريهان تنظيم الأم له وتنظيم داعش يعني بعد انهياره في البؤرطة والتور التقليدية في العراق والسوريا كان رأسا نحو منطقة الساحل والصحراء لماذا؟ لأنه يدرك بأن توجد أرضية خصبة وحاضنة اجتماعية مرتبطة بأزمات سياسية بعلاقات اجتماعية قبلية إلى آخره لكن توجد أيضا حاضنة لهذا الفكر المتطرف أيضا من ضمن ما يعني تسرب بما يجري داخل المخيمات أنه كان في فترة من الفترات أن العديد من الشباب الذين فروا من هذه الجماعات وعادوا إلى المخيمات يعني بدأوا يفرضون نوعا من الطقوس ونوعا من التقاليد ونوعا من الممارسات المتشددة حتى داخلات المخيمات وهذا موتق وهذا موتق وهذا يجعل للمخيمات أو لقيادة جباة البوليس وفي الربوني سلطة إدارة المنطقة أو إدارة هذه النقطة الترابية فوق ترابيها طبعا لكن بعد ورود يعني معلومات والتأكد من أن عودة هؤلاء المقاتلون أو المقاتلين إلى المخيمات يمكن أن يجعل من المخيمات برميل بارود برميل بارود يهدد النظام جزائري السلام والأمن في المنطقة كلها أستاذنا الفاضلة أستاذ الوبناء ومن هنا جاء الإصرار للهيئة الأمم المتحدة حاليا على ضرورة الإصراع الجلوس جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات من أجل الخروج بوحد الحل السياسي لأنه بالفعل الإرهاب الشيلي قال غوتاريش بالضبط هو هذا لأن الإرهاب سحل إلى مخرجناش وصرعنا بالخروج وتحريك العمل السياسي في المنطقة فرى المنطقة مهددة جدا أنا عارف بأن الموضوع مثير ولكن عدنا محور أخير أستاذ جنون نعم الإضافة التي يمكن أن تكون إطراءة للنقاش وهو أن المنتظم الدولي لا يراهن فقط على الأمن والاستقرار وإنما يراهن على التنمية دي المجتمعات ذلكم التنمية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بتحقق الأمن وهذه معادلة نقول أنها متكاملة وبالتالي المنتظم الدولي هو الآن أمام المجاعة والحروب أمام الآثر دي الوباء الخلاص للبشرية هو في التنمية هو في استلم والأمن وهذا ما ينبغي على المنتظم الدولي أن يشتغل عليه وأن يضع يده في يد المغرب صاحب القضية وصاحب الشرعية والمسرعية عن طريق نزيل الحكم الداتي الدالة المجدية والمصداقية في المحور الثاني دائما أستاذة تعليقك في نهاية هذا المحور إذن الإصراع بالجلوس إلى طاولة المفاوضات جميع الأطراف كيف جفت قرار دي الأمين العام سي إحسان الجواب هو أن هذا الإلحاح الأممي من أجل إيجاد حل هذا النزاع المفتعل طيلة هذه أربع سنوات تحديدا هو يؤكد على أن المشامع الدولي بدأ يتلمس أو بدأ يعني يكتشف أن استمرار هذا النزاع يمكن أن يشكله فعلا تهديدا للسلم والأمن الدولي وهذا هو ما يهم الأمم المتحدة طبعا إذن نمشي المحور الثالثة بقنا واحد لمحور أخير إذن هنا تتبان دور صد نزاع من أجل الاستقرار والأمن في إفريقيا نعم في الشأن الوطني دائما الأوراش التنموية بنفس اجتماعي الحكومة تتحدث عن الدولة الاجتماعية وإرساء أسس هذه الدولة الاجتماعية هناك طبعا ورش كبير هو ورش الحماية الاجتماعية هناك بعض الأوراش القطاعية التشغيل الذاتي والتشغيل هناك كذلك مخطط لإنقاذ السياحة وللنهوض بالسياحة كل هذه الأمور هذه سياقها طبعا هو الحوار الاجتماعي بدنا بحوار قطاعي مع النقابات المركزية في التعليم ونتجه إلى الحوار المركزي قبيل الفاتح من ماء تعليقاتكم البدئية على هذا السياق برمته ونبدأ بك الأستاذ الزريدي الحماية الاجتماعية هو ورش ملكي ورش نموذج الجديد وخصصنا كاملين المغرب مجتمعا مدنيا ومشهدا سياسيا وحكومة ودولة أن نمشي في التجاه هذا لأنه ضمننا السلم الاجتماعي والتحدي الكبير لعند المغرب في ظل التدعيات الخطيرة للوباء كورونا على العالم بأسره تحديات لعندنا هي أن نرسخ دولة الاجتماعية لكي نحق السلم الاجتماعي كيف يتم ذلك الأستاذ إحسان لتحقيق السلم الاجتماعي وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية في نظرك أعتقد أن ترسيخ فكرة الدولة الاجتماعية ويتطلب أولا وجود دولة مؤسسات وهذا ما يوجد في المغرب اليوم وهذا ما يتأكد من خلال مسلسل الحوار الاجتماعي الذي تحدث عنه بمعنى أن منطقة المصادمة أو الشارع أو استعراض ليس دائما هو الحل بل الحل هو في الجلوس إلى طاولة الحوار وفي البحث عن مخرجات من خلال اقتراح مجموعة من الأفكار وأيضا في الأخذ بعيد الاعتبار قدرت الدولة على تحمل تكاليف جديدة من أجل البحث عن الحل المشاكل التي تحقق في النهاية السلم الشمعي المغرب دأب منذ سنوات ونعرف أنه اليوم هناك ما يسمى بتقافة الحوار للجمعي التي يتم الاستئناس بها ويتم التجديد لها برسم كل سنة مالية أصبح عرفا وتقليدا جاري بالعمل فيما بين الفاعل الحكومي والفاعل النقابي والفاعل السياسي وهذا يؤكد بأن المغرب يسير على طريق التنمية والديمقراطية تكلمنا في البداية على الجزائر وعلى اختيارات الجزائر منذ بدايات الاستقلال المغرب منذ أن استقل كان واضحا في اختيار التعددية السياسية والتعددية الحزبية مناخ ديمقراطي نتحدث في المغرب عن دينامية عن مسلسل ديمقراطي بدأ منذ الاستقلال اليوم فيه حوار اجتماعي ما هي ثمار هذا الحوار في نظركم أستاذ حسين نعم لأستاذ سامير قبلها أن نقول لك المغرب عنده واحدة رهان لا شكوى أنه سيعمل على تحقيقه وهو رهان لأمل القومي شد معي هذا وقف معي والضيوف الكرام على هذا المفهوم الكبير دول مغزى العظيم الذي ينبغي الكل يشتغل عليه الأمل القومي للمغرب لا يمكن أن يتحقق إلا بالدولة الاجتماعية تنزيل الحماية الاجتماعية اللي هو ومرش ملكي يحدى بتعليمات سامية لصاحب الجلل الملك محمد السادس حفظه الله ثم أنه تنزيل النموذج التنمووي الجديد على مستوى العلامة صنعة بالمغرب ثم علامة مروكو ثم علامة مروكو تلك المعالم الخطوط العارضة التي كلها تصف في اتجاه التنمية المستديمة والمتنوعة البشرية الاقتصادية السياسية البيئية التقافية الرياضية وما إلى ذلك أنا أعتقد بأن الحكومة الآن بحث توليفة حزب تولاتي قادر على أن يكون هذا النسجام ولو في حده الأدنى وطالما أنها تسير الجهات الاثنى عشر من الملكة المغربية تكون وحد التناغم وحد تقاطع وحد النسجام في تنزيل هذه الأوراش الكبرى التي ستصل هنا ولا شك إذا صلحت النيات وإذا توفرت الإرادة أنا أعتقد الأمر يتعلق بإرادة أما المقومات ديال النجاة هي متوفرة على متسوى الأرض هي متوفرة على متسوى تخطيط هي متوسرة على متسوى الرؤية المستقبالية للمغرب الذي يلتم طريقه نحو الإقلاع بمفهومه العام الإقلاع بكل ثقة وبكل أمان وبكل استراتيجية ذات بوصلة واضحة أستاذنا الفاضي الحسين أنقل هذا الكلام لضيفتنا الأستاذة لبنى هل تتقاسمين يعني الرأي مع ضيفنا الكريم بالفعل هي البرنامج الحكومي اللي جايباه الحكومة الحالية يسير في الدفاع عن الدولة الاجتماعية أو المجتمعية من خلال إصرار في جميع بلاغاتها من خلال وزاراءها في مختلف القطاعات أنها تتبنى مجموعة من الأوراش للنهوض بالمجتمع المغربي من خلال جميع البرامج اللي جايباها حاليا نشفنا انطلاق مشروع أوراش اللي جاي ديال توفير وحد 250 ألف ألف فرصة عمل من خلال البرامج ديال تشغيل هناك دفاع على أنه تشغيل مؤقت ولكن في كل أحوال في ظل جائحة كورونا سيوفر الفرصة ديال الشغل في انتظار إدماج هذوك الشباب من خلال القطاعات العامة من خلال المقاولات وهذا كذلك من خلال تعزيز ديال القطاع السياسي السياحي من خلال إطلاق برنامج الأخذ بهذ القطاع السياحي من خلال توفير وحد ما يقارب ملياري درهم النهوض به خاصة أمام الضربة القوية التي عارفة أمام جائحة كورونا وكذلك مشروع الحماية الاجتماعية التي جاءها صاحب الجلالة والتي جاءها مجموعة ديال الرؤال التي بالفعل نرى الحكومة التي تمنونها بطبيعة نجاح لأن هدف واحد هو مصلحة هذه البلاد كذلك مشروع فرصة التي تدفع عليه وزارة المالية وهذا الذي يفتح الفرصة كبيرة للشباب من أجل الدخول في مقاولات الصغرى والمتوسطة بقنا دقيقتين أو أقل ربما أستاذ الفاضل أستاذ إحسان هل هناك نساق رؤية استراتيجية للحكومة لتنزيل كل هذه الأوراش وكيف تقرأ الأداء الحكومي في الحاضر وفي المستقبل كذلك من خلال المؤشرات أعتقد أن يصعب في ثلاثين دقيقة لنمر على الضيوف أو يصعب من الآن ثلاثين ثانية هو في الحقيقة يصعب من الآن تقييم عمل الحكومة لأن سوف نكون سوف يكون في ذلك نوع من التجني العلمي والموضوع أيضا لكن في تقدير أن كل ما يقدم اليوم من يعني تفسيرات دعنا نسميها بالتفسير السياسي لما يجري يعني على مستوى مباشرة الحوار الاجتماعي على مستوى خلق الدولة الاجتماعية ووجود دولة الاجتماعية تطلب أولا وجود دولة رعية بمعنى أن الدولة تسعى إلى رعاية كل المجتمع ومصاحبات القطاعات المستضررة خاصة مجاحة كورونا إلى آخر فهذا يبين على أن من الناحية أو من ناحية التفسير السياسي هناك مجهود والحوار الاجتماعي الذي بدأ وفي تقدير الرسالة التي يجب أن تقرأ جيدا فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي هو أنه حينما اختارت الحكومة التعليم فيتستحضر أهمية التعليم في إنجاز مخرجات النموذج تنمو جديد وأمر على ضيوفنا الكرام المستقبل المغربي الراهن في ظل هذه التحديات والرهانات كيف يبدو لكم في جملة لكل ضيوف من ضيوفنا الكرام المستقبل واعد مشرق لأن بلدنا عندها بزافة الإمكانيات وبينات في الأزمات بأن المغرب عنده واحد الصمود وبانت في الأزمة هذه الكورونا هذه عامين بأن المغرب فعلا دولة اجتماعية بامتياز وفيما يخص المشروع الحوار الاجتماعي نقول بأنه مبادرة محمودة خصصها دائما يكون واحد دوام واحد استدامة في هذا الحوار من أجل تقارب وجهة نظر وبالنسبة للسياحة تنظن بأنه سياحة عندنا واحد طريق طويل باش نقدروا لحقو المنافسين دينا في البحر الأبن المتوسط مستدامة جزيلا المستقبل يا أستاذ جنون المستقبل مرهول ما معروف على المغرب والمغربيات والتحدي وأنا أقولها في إشارة لو كان الإنسان والزمن وضدي فأنا مغربي هو التحدي ولو دق الموت بابي وشأر بأن يطوي شبابي سأموت شامخا ليحيى مالكي وديني ووطني وتنصر قضية سحراء وترفع راية بلدي ليحقق المغرب كنتصارات ضد كنكسارات ونقول للعالم حان للشمس أن تفترق من المغرب تحت شعارنا الخالد الله رواطن المالك شكرا جزيلا أستاذنا الفاضلة جنون المستقبل كيف يبدو لك أستاذتنا الفاضلة أنا أتفأل جدا بالمستقبل لأن من الأكيد أن جميع الفعاليات مجتمعنا المغربي حكومة وأحزاب معارضة وأغلبية ومواطنات ومواطنين الكل حاريس على تعاضد من أجل إنزال نموذج تنموي للأرض واقع وتحقيق الدولة المجتمعية وأكيد أن كل طموحاتنا إن شاء الله من هنا 2035 ستتحقق هل تتقاسم هذه النبرة الإيجابية في النظر إلى لا أعتقد أن المغرب الأصيل وإنسان متفائل والمغرب هو يتقدم بهدوء وهذا هو المهم شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل أستاذ إحسان ضيوفنا الكرام على نبرة التفاؤل طبعا نختم هذه الحلقة ساعدنا بلقائكم وساعدنا كذلك بكم مشاهدين في كل مكان أبرز أحداث الأسبوع ناقشناها في هذه الحلقة بكل هدوء إلى اللقاء اشتركوا في القناة